وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا روسيا لا نخطط للتصعيد النووي لكن لا تختبر صبرنا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مريز خروف اليوم الخميس إن بلادها لا تعتزم السيرة في طريق التصعيد النووي لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو وكان خبراء الاستخبارات البريطانية قد قالوا إن قوات الاحتلال الروسية في أوكرانيا تستعد للقتال حول محطة زابروجيا للطاقة النووية وعلنت وزارة الدفاع البريطانية في حديثها وفي تحديثها الاستخباراتي اليومي اليوم الخميس أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنه تم إنشاء مواقع دفاعية بأكياس رمل على أسطح بعض المفاعلات وقالت وزارة الدفاع إنه من المرجح أن تكون روسيا قد بنت هذه المواقع لأنها تشعر بقلق متزايد بشأن احتمال شن هجوم أوكراني كبير وتزيد هذه الخطوة من خطر الحق الضرر بنظام السلامة في المحطة النووية في حالة نشوب قتال هناك وقالت وزارة الدفاع إن حدوث أضرار كارثية بالمفاعلات أمر غير مرجح في معظم السيناريوهات المعقولة والمتعلقة بأسلحة المشاة لأن المباني كلها محصنة جيدا جدا وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات سخباراتي يومية عن مسار الحرب منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل في مثل هذه الأخبار